ما لا تعرفه عن تطبيق سريدز الغير ناطق بالعربية للآيفون تطبيق سريدز صورة جديدة في عالم التكنولوجيا ومنافس قوي لمنصة التواصل الاجتماعي النصية تويتر اللي عانى منها المستخدمين في الفترة الأخيرة بعد التعديلات اللي عملها إيلون ماسك زي تحديد عدد قراءة التغريدات وغيرها من التعائدات الغريبة ولأن ماركس صاحب منصة الفيسبوك وإنستجرام والواتساب بيحاول دايماً يسبق بخطوة فما كانش غريب إن بمجرد إطلاق تطبيق سريد في أول ساعة يشترك فيه أكتر من 6 مليون مستخدم وعلى فكرة تطبيق سريدز نفسه مش جديد هو كان متوفر فعلاً بس للرسائل الخاصة فقط على إنستجرام بس لإنه ما كانش ناجح أخفوه ودلوقتي رجع تاني بشكل جديد خالص شكله الجديد قريب جداً لشكل تويتر نفس الوجهة وطريقة الاستخدام ونفس التعامل معاه في النشر تعال بقى أقولك إزاي تشترك فيه وإيه العيوب اللي هتواجهها واللي في انتظر تطورها عشان يسهل لكل المستخدمين التعامل معاه شبكة سريدز متاحة من بلاي سطورة على نظام الأندرويد والآي او اس بس خد بالك على الآيفون بيشتغل من الآي او اس 14 والأحدث فقط هتلاحظ بعد تنزيل السريد في آخر الشاشة نفس صلاحيات التطبيق اللي بتستخدمها على حسابك على الفيسبوك والواتساب يعني نفس الإعدادات الشخصية بتاعتك ومعلومات زي جهات الاتصال الموقع وكل حاجة ناقص بس يحط لك أساب عيالك ده لو ما كانوش عارفينها أصلا عيبوا بقى إن التطبيق بيدعم أكتر من 30 لغة على الآيفون بعد اللغة العربية بس على الأندرويد شغل عربي عادي واللي محدش عارف إيه السبب في ده الحد دلوقت يعني بيفكر بالصين عادي وبيقرأ كمان باللغة التغالغية وهو مرتاح جات على العربي يعني ولسانه تعقد نيجي بقى للنقطة المهمة لو عندك أكتر من حساب على إنستجرام بتعمل سويتش أكاونت اللي هو تبديل الحسابات وبتدخل من الحساب اللي انت عايزه أول ما بتفتح هتلاقي البايو أو الملف التعريفي بتاعك والصورة الشخصية وليك اختيارين تعمل سكيد أو تضغط على نقل نفس المعلومات المسجلة على تطبيق إنستجرام بعد كده بتزبط حسابك بابلك أو برايفت حسب رغبتك وبعدها هتظهر لك قيمة المتابعين وبرضو هتلاقيهم نفس المتابعين اللي انت متابعهم على إنستجرام فتقدر تحدد الكل أو ممكن تختار منهم والخطوة الأخيرة هتكون الدخول لثريد اضغط عليها وادخل عالم الثريدز بنجاح ألف مبروك حسابك الجديد وزي ما قلنا تطبيق استخدامه سهل جدا وفعلا منافس قوي لتويتر لكن عيبه الوحيد أنه غير معارب على أجهزة الآيفون غير كده هتلاقي كل حاجة ماشية معاك زبادي في الخلاط وانت قلنا بقى بدأت استخدام الثريدز وبقت ثريداوي ولا لسه قاعد تزأزق على تويتر